أزمة سياسية تحولت مواجهات عسكرية محتدمة صراع إقليم تيجري الواقع أقصى شمال إثيوبيا ينظر بتطور المشهد إلى حرب أهلية بين عرقيات البلاد المختلفة الحرب بين الحكومة الفيدرالية وإقليم تيجري الممتد على الحدود مع إريتريا والسودان تعود جذوره لما يقارب العامين كانت كل الظروف مهيئة للمواجهة بين رئيس الوزراء الحلي أبي أحمد وبين الحزب الحاكم سابقا جبهة تحرير تيجري الذي انسحب من الحكم تحت ضغط الشارع بعد 27 عاما من التربعي على السلطة رفض قادة الإقليم الإنصياع لقرارات الحكومة المركزية في أديسا بابا والمتمثلة بعدم إجراء الانتخابات في تيجري وجه المجلس الفيدرالي بقطع العلاقات مع السلطات في الإقليم والتعامل مع إدارة المناطق بشكل مباشر هنا بدأت الأزمة عندها قرر أبي أحمد شن حرب ضد الإقليم وقال إنه من الضروري نزع سلاح فصيل عرقي قوي مارس القمع في البلاد على مدى عقود في إطار التصعيد العسكري والإعلامي أعلن المجلس العسكري للإقليم انشقاق جزء من القيادة الشمالية للجيش الإثيوبي المتمركز في تيجري عن الحكومة المركزية وعدم قبوله أوامر أديسا بابا إذا استطاعت العمليات العسكرية الجارية في الإقليم القضاء على الذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير تيجري فقد تتغير المعادلة طبعا لصالح الحكومة المركزية لكن حاكم إقليم تيجري شدد على أن الإقليم في حالة حرب وتمت التعبئة استعدادا لذلك مشيرا إلى أن الإقليم يمتلك أسلحة ثقيلة يمكن استخدامها للردع ويبدو أن رئيس الوزراء الإثيوبي يسعى إلى التخلص من تركة النظام السابق من جهة وتغيير نموذج في أقاليم البلاد وبالتالي في البلاد ككل